دلوقتي هنسيب حضراتكم مع مجز الثامنة لأهم الأنباء مع زمير رجاء رمزي شكرا جزيلا دينا مشاهدينا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجز لأهم وآخر الأنباء أتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبد الفتاح سيسي جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة تجامع بريكس بمدينة قزان الروسية أوضح المتحدث الرئاسة أن لقاء الرئيس سيسي ونظيره الروسي تناول مختلف القضايا الإقليمية والدولية فيما اتفق الرئيس السيسي ونظيره الروسي على الأهمية القصوى لخفض تصايد بمنطقة الشرق الأوسط حيث طالب بضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان في ظل ما يحمله الصراع بالمنطقة من تدعايات سلبية إقليمية ودولية كما دعا رئيس سيسي ونظيره الروسي إلى تفادي الممارسات التي من شأنها أن تدفع بالإقليم نحو مزيد من التأزم من جانبه أكد الرئيس الروسي أن انضمام مصر للتجمع يمثل إضافة لمسارات عمله ويساهم في تعزيز دوره كمنصة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الدول النامية أشهد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلل لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة بركس أشهد بعلاقات بلاده مع موسكو وقال الرئيس الصيني أن العالم يشهد تغيرات عميقة غير مسبوقة منذ قرن من الزمن وأن الوضع العالمي متشابك وتعمه الفوضى وأكد شي جينبينغ ضرورة تعميق الصين وروسيا تنسيق الاستراتيجية العام وتعاونهما العملي في الميادين المختلفة أكد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو رسم الطريق إلى السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء وأضف بلينكين أنه شدد على أهمية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة وإنهاء الحرب بطريقة توفر الأمن والاستقرار الدائمين من جانبه قال ناتنياهو أنه بحث مع بلينكين ألية حكم غزة في مرحلة ما بعد الحرب هذا ومن المقرر أن يتواجه بلينكين إلى السعودية في إطار جولة له بالمنطقة أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين الذي تم تداول اسمه لخلافة حسن نصر الله أمينا عاما للحزب تم القضاء عليه قبل ثلاثة أسابيع في غارة جوية على ضحية بيروت الجنوبية وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضربة نفسها أدت إلى مقتل علي حسين قائد ركن الاستخبارات في حزب الله إلى جانب قادة آخرين من الحزب يذكر أن هاشم صفي الدين من مؤسسي حزب الله في العام الفين اثنين وثمانين كان يرأس المجلس التنفيذي للحزب منذ العام الف تسعمائة أربعة وتسعين وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من لبنان وأوضحت مصادر لبنانية أن أربع غارات إسرائيلية استهدفت مناطق بالضحية الجنوبية لبيروت من جانبه قصف حزب الله برشقة صاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مسكاف عام شمال إسرائيلي في الوقت نفسه أعلنت مصادر إسرائيلية إصابة أربعة عشر جديا جراء القتال في الجبهة الشمالية مع حزب الله قام الجيش الإسرائيلي بنسف مباني سكنية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة كما شن جيش الاحتلال سلسلة غارات على مخيم جبالي شمال القطاع غزة ما أسفر عن شهداء ومصابين يأتي هذا في الوقت الذي يوصل فيه مئات الفلسطينيين عمليات نزوح من مخيم جباليا حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية منذ أيام مشاهدين نهاية موجز الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر